السلام عليكم خلال القرن التاسع عشر كان العالم فيه غير جمهوريتين هما فرنسا والسويسرا لما حسبنا القارة الأمريكية التي كانت في طريقها للانضمام إلى المجتمع العالمي وما تبقى كان ممالك وأمبراطوريات بعد الحرب العالمية الأولى تضأل عددهم بسبب سوء الأحوال الاقتصادية أو إلقاء اللوم على الحكام في خسارة الحرب بعضهم تم إسقاطه بخاطره بعد إمضاء وثيقة التنازل وبعضهم عن طريق انقلاب دموي ولكن جميع العائلات الملكية في العالم لما قادش على عرش الحكم سواء تم استبدالها بجمهورية أو عائلة ثانية تشترك في شيء واحد تقوم بتأسيس بيت ملكي في المنفى أو البلد نفسه شنو هد البيت الملكي كتقوم العائلة الفلانية بانتخاب شخص من أبناء أو أحفاد آخر ملك أو إمبراطور كان على العرش باش يكون هو رئيس الأسرة ووظيفته يكون هو المتحدث باسم الأسرة الملكية والمتعارب بالعرش أو حقوق الأسرة وأملاكها وكذلك الرمز يتاعه لو ما زال الحكم الملكي في بلاده كان يكون هو الملك وهم الشيء في البيت الملكي هو الحفاظ على تماسك الأسرة من التشتس أو إنقراض النسل استعدادا إذا جاء يوم ما طالبت فيه شعوب ذلك البلد الذي حكمه أسلافهم بالرجوع إلى النظام الملكي وإصلاق لهذه الشوقع سنارة بعد قليل وأيضا في الحلقة نشوفوا ما سير العائلات الملكية الإسلامية السابقة ومن يرأسها اليوم ومن هي المطاربة بالعرش وهل يمكن أن تعود يوما ما بعد الفاصل منذ إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني وخسارة الحرب العالمية الأولى واحتلال الدولة العثمانية من طرف خمس دول وضفع لهذه الشيس الثلاطين لخلفه عبد الحميد الثاني كانوا يحكموا بشكل صوري فقط والحاكم الفعلي هو جمعية الاتحاد والترقي اللي كانت كتمهت بإسقاط السلطانة بقاتليهم حاجة واحدة يجمعوا غضب شعبي ضد السلطان فبينوا أنه سبب في الأزمات اللي حلت على الدولة رغم أن الجامعية الاتحاد والترقي اللي تسببت في الدخول في الحرب العالمية الأولى لما كانت عندها مجني فيها ويلا خرجات الدولة منهكة ومهزومة من حرب البلقان ببضع شهور فقط المهم الغضب الشعبي تزاد ضد السلطان وتم تقلص صلاحياته إلى حين إسقاطه من العرش في عام 1922 لكان ذك الوقت محمد السادس الملقب بوحيد الدين آخر سلطان عثماني وتم طرده من تركيا رفقة عائلته إلى منفاه بإيطاليا وبعدها تبعات بقية العائلة ولكن فاهم لبلدان متفرقة بل في الصعب عليهم ما عيشتهم وما يتجمعوش ويتعاونوا فيما بينهم وقضى هذا السلطان مخلوع ما تبقى من حياته مع أفراد عائلته في فقر وصعوبة العيش بسبب عدم كسابهم أي مهارة أو تعليم يمكنهم من دخول السوق الشغل المهم حتى عام 1974 سمح لآل عثمان بالعودة لتركيا وتم منحوهم الجنسية التركية وقاموا بتأسيس بيت ملكي وبشأن عودة آل عثمان لكرسي الحكم حاليا الآمر مستحيل بشكل كبير حيث أولا السلطان تم الإضاحة به بشكل قانوني وبطورة شعبية ثانيا اليوم تركيا تعيش أحسنة مما كانت عليه أيام الدولة العثمانية من ناحية الاقتصادية والبنيوية وغيرها يعني شعبيا لا توجد مطالب بعودتهم وعلى العكس فهم يضعون شخصية مصطفى كامال آتاتورك لأطاح بالسلطنة في مكانة عظيمة ويعتبروا الأبر الروحي لتركيا تخذرت جي في بالك مني ما باغين همش وباغين نساول فترة تاهم وينظرون لها على أنها متخلفة لماذا كنت جعلهم مسلسلات ويظهرون مدى عظمتهم أقولك هذه تبقى مسلسلات وأعمال درامية ولا يمكن الاعتماد عليها كمرجع تاريخي بالفعل هناك أحداث وقعات في الحقيقة ولكن يبقى عامل فني لازم يدخل فيه الدراما والتشويق والبطولة وأيضا هذه المسلسلات قامت بتنميع صورة تركيا الخارجية خاصة في الوطان العربي بعد تكالب كل من روسيا وبريطانيا عليها أصبحت الدولة القجارية تعاني من إطرابات سياسية واقتصادية بعد احتكار المستعمرين على عدة قطاعات تجارية وصناعية في نص وقت لكان صراع الشاه مضفر الدين كان في صراع آخر مع المعارضة إلى حين قيام مظاهرات ضده ألزمته بتعديل الدستور اللي قلص من صلاحياته وفي نص وقت كان يتعادى من نجم رئيس الوزراء ريدا بهلاوي اللي انقالب على الشاه أحمد ميرزا وخلعه من العرش ونصب نفسه الشاه إيران مؤسسا الدولة البهلاوية واعتلى عرش الطاوس في عام 1925 بالنسبة للسلالة البهلاوية اللي ما طورتش بزاف الحكم رغم أن بدايتها كانت موفقة عن طريق ريدا بهلاوي اللي كان محبوب عند الشعب ولكن عند قيام الحرب العالمية الثانية كان متعاضف مع هتلر الشيء الذي خل بريطانيا والاتحاد السوفياتي يحتل لإيران وأسقاط ريدا بهلاوي في عام 1941 وتم تنصيب ابن محمد ريدا بهلاوي اللي تقرب من أمريكا وقام بعدة إصلاحات داخلية لا تجيب عليه المشاكل اللي كان في غنى عنها وهي يبدأ يحول البلاد نحو العلمانية الشيء الذي يجبد عليه غضب رجال الدين إلى حين إسقاطه عن طريق التورة الإيرانية في عام 1979 وتم نفيه خارج البلاد ودعاه ملك المغرب الراحل حسن الثاني بالاستقرار في المغرب وظل هناك لفترة من الزمن تنتقل للعيش في المكسيك حتى لا يسبب توتر العلاقات المغربية الإيرانية رغم أن هذه الأخيرة كانت مع المعسكر الشرقي والمغرب مع المعسكر الغربي المهم ريدا بهلاوي عاش ما تبقى من حياته في أمريكا بالضبط في تيكساس بعد أن ألم به المرض وطلب العلاج في الولايات المتحدة لمقدر يبقى فيها بعد استداء التوار الإيرانيين على السفارة الأمريكية في طهران وطالبوا تسليم الشاه عادي طالق الرهائن فطلبت منه الولايات المتحدة أن يغادر الأراضي ترسل له الرئيس مصر أنور السادات واستقرار بمصر حتى وفاته في عام 1980 وعاش اثنين من أبنائه في حالة اكتئاب هما ليلى اللي انتحرت عن طريق الصنف عام 2001 وعالي ريدا اللي انتحر بطالق ناري في عام 2011 ووصي تم حرق جوتته ونطر رمادها في نهر القزوين حاليا ابن الشاه وولي العهد ريدا بهلاوي الثاني معارض للنظام الإيراني ويطالب بنظام علماني وديمقراطي وعالي قال عنه هل يريد العودة للنظام الملكي بعد تأسيسها على يد عسكري ألباني محمد علي باشا لعي نوالي على إيالة مصر بعد اضطراب سياسي فكر استقل بذاته على الدولة العثمانية وبالفعل نجحت قريبا وأسس أسرة ملكية تحت اسم العلويين ووسع رقعة الدولة إلى السودان وأصبحت خذيوية مصرية وهي مملكة تابعة اسميا للدولة العثمانية يعني يستيرون أنفسهم بنفسهم وكل الخذيوي المصري يبقى أقار رتبة من السلطان العثماني بعد الشيء يعني ممكن السلطان العثماني يقيل الخذيوي ويعين آخر مكانه ما الذي يقع بالفعل مع الخذيوي إسماعيل إلى حين استقلال تم في عام 1914 واتخاذ الحكام لقب السلطان على يد حسين كامال وأصبحوا بنفس رتبة السلطان العثماني ولكن سقطت الدولة في الحماية البريطانية في ذلك الاقتصام القارة بين القوى الأوروبية واستقلت في عام 1922 وتحولت لمملكة على يد فؤاد الأول اعتلى هنا كانت الأمور بخير بعد الشيء لخبرة الملك فؤاد في الحكم ولكن كأي بلد يلخذ الاستقلال ضروري يبقى أعتر المستعمر فيه والطبع كانت مازال بريطانيا لها صلاحيات عديدة في مصر واعتلى ولي عهده الملك فاروق عرش مصر ليحكى عليه أنه كان خجول بسبب حرص والده الشديد على تربيته معزولا ولكن هذا الشيء ما كانش هو العائق بل يوقع الشيء ما كانش في الحسبان هو خسارة أول حرب ضد إسرائيل لعلنت قيامها في عام 1948 رغم أن تلك الحرب لم تكن متكافئة حيث الناس في الدول الإسلامية لم تخذ استقلالها أنا ذاك والجيوش المشاركة في الحرب لم تكن نظامية أو معدة بشكل جيد فالإضافة لتصاعو التيار القومي والتوري استلهاما من التورة البلشوفية والفرنسية والصينية والتركية شايف الجيش أن نظام الملك يولى عليه الزمن والحل في الالتحاق بالتطور الغربي في إسقاط الأنظمة الملكية بالطبع الجيش حاصر قصر الملك تحت ما يسمى حركة الضباط الأحرار وهي الحركة التي تلهم مجموعة من الانقلابات العربية في السنوات القادمة بعضها نجح سلميا وبعضها عن طريق مدبح دموية والآخر في شكل بشكل لا يتصور المهم أجبر الملك فاروق على التوقيع التنازل عن العرش ونفي إلى إيطاليا في وداع المهيب وعين ابنه فؤاد ملكا على مصر تحت الويصاية اللي كان في عمره ستة أشهر إلى حين إعلان الجمهورية في عام 1953 ونفي كذلك مع بقية العائلة بالنسبة للملك فاروق عاش ما تبقى من حياته بعيدا عن مصر وتنقلا بين إيطاليا وسويسرا وموناكو وهذه الأخيرتين كانوا الملجأ الخاص بالعائلات الملكية المطاح بها المهم الملك فاروق توفى في عام 1965 وبالنسبة للملك فؤاد الثاني قام احتفظ على هذا اللقب ولكن بشكل فخري فقط وعيدت له الجنسية المصرية وأدين له أفراد عائلته العودة لمصر خلال عهد الرئيس أنورس سادس وفؤاد الثاني هو رئيس البيت العلوي حاليا ولكن لا توجد مطالب على العرش ولا توجد أصوات شعبية تطالب بعودتهم شي لكعني أن عودتهم مستحيلة إلى درجة ما خلال هذا العصر رغم تصاعد أصوات من قبل صحفيين وفنانين حول أن أيام الملكية كانت أفضل مما لديهم اليوم المملكة التونسية أو تقدر تسميها المملكة التي ولدت ميتها قصة تأسيس سلالة الحسينيين تشابه بشكل كبير مع قصة العلويين في مصر وحتى السيد كان اسمته حسين ابنه أحد جنود الإنكشارية تدفحت البلدة اسمتها الكاف حتى أصعدها للحكم وأسس لنفسه أسرة مالكية تحت اسمه وقرر يستقل ذاتيا بالإيالة التونسية بعض الشيء عن الدولة العثمانية ومع الوقت ستبدأ إيالة تونس في الضعف والأزمات المالية واللجوء إلى الديون وبالطبع احتلال جارتها الجزائر في إطار تقسيم إفريقيا بين القوى الأوروبية سقطت تونس في الحماية الفرنسية وكبديل لعدم قدرتها لدفع الديون وهو نفس المخطط لإنتهجات فرنسا مع السلطنة المغربية كذلك وفي وقت الحماية كان البايات الحسينيين يدافعون عن استقلال تونس جنبا إلى جنب مع الحركة الوطنية مثل ما حصل في المغرب وعين المنصف باي اللي كان ملقب بباي الشعب من العزل والنفي من قبل المستعمر مثل ما حصل مع السلطان محمد بن يوسف حيث الباي كان في خلاف مع فرنسا ومطالبته بالمساواة والإصلاحات ورفضه تاميز ضد اليهود التونسيين ضد حكومة فيشي إلا أن المنصف باي لم يعود لعرشه ونسب مكانه محمد لامين باي ورغم ذلك هذا الأخير ما كانش بنفس المساندة اللي كانت في أيام المنصف وهذا الشعب يجلب عليه نقطة سلبية بعد الاستقلال حيث ما تحولش الرمز قومي ولكن يشهد عليه أنه كان مدافعا على الاستقلال تونس اللي نالته في عام 1956 وتحولت لي مملكة ونصبه محمد لامين أول ملك عليها وكل قصة السعيرة ديانه ما غدومش حيث بين عام 1956 و 1957 كان نجم الحبيب بورقيبة يتصاعد وكان خدامي جمال حلفاء عليه ويهمش الملك اللي كان حاط تيقته في المجلس التأسيسي ومن يلقى بورقيبة الوقت المناسب طلب من الباء يسلم مفاتيح الحكم وإلغاء الملكية لدامة قرنين ونصف على عرش تونس قبل ما نكمل لي كان أعطاك معلومة صغيرة لماذا تشابه التاريخ التونسي والمغربي تحت وطأة الاستعمار والفترات الأولى بعد الاستقلال وهو أنه نفس المخطط كان كيوجد ليه المعارض المغربي المهدي بن بركة ضد محمد الخامس رغم أن هذا الأخير كان رمز قومي والسلطان الوحيد لا يدافع على استقلال المغرب في فترة الحماية وعانى كذلك من العزل والنفي إلا أن الخطة الخفية للبهدي بن بركة فشلت حيث لقاقها مع جدار مانيع اسمه الحسن الثاني المهم كم ملك الملك محمد لامين لم يوقف جنبه ولا يدافع عليه والقراس مهمش في الوسط السياسي التونسي وتنازل على العرش وتحكي حفيدة سلوة باي أن جدها كان بساطة الإعلان عن الجمهورية قبل ما يعلنها بورقيبة بتلات شهر لولا تعرض جدها للتهديد بالقتل من قبل بورقيبة بحيث كان ناوي يدير نظام شبيه بالملكية البريطانية ولكن بورقيبة كان يشوف نفسه لازم يكون هو الرمز الوحيد لتونس واحتوى حد ما ينفسه عليه المهم بعد خلع الملك تم نقل صحبة زوجته وأولاده وبناته وولي العهد حسين إلى قصر الهاشمي في سيد عمار ودأت سلسلة من المحاكمات لدى أفراد الأسرة الملكية وجريدوا من ممتلكاتهم رغم أن هذه الأسرة لم تكن تنعم في تروة هائلة بلو كانت عليها ديون وعاش البي حيات صعبة تحت الاعتقال من الجوع وعائلته سكنت في بيت خالي من الأتات لولا تبرعات السكان وبعد وفاة البي وإطلاق الصراحة لائلة قررت الهجرة نحو بلد فيه نظام شبيه بتونس الملكية فكانت الوجهة نحو المغرب ومنحهم الملك الراحل حسن الثاني الجنسية المغربية وسكنوا في البداية في مستشفى ثاني طرمل بقسم الولادة لعدم تقاضيهم الراتب إلا بعد مرور خمس شهور أو لكي تتعرف عندنا بالرابيل وبالنسبة للمطالبة بالعرش منذ خلعهم إلى يومنا احتوى واحد من أفراد العائلة ما كيطالب بالعرش وما كانش أصوات شعبية تريد رجوعهم ولكن الأسرة تدافع عن حقها لاسترجاع ممتلكات تزعم أنها كانت في ملكية محمد الأمين من ماله الخاص حسب ما صرحت به حفيدة الباي لتوفت سنة 2021 بل أضافت أنه حتى لو عرض عليهم العرش مرة أخرى فلن يقبلوا به بل كل مطالبهم تجول حول استرداد ممتلكاتهم الخاصة فنظرك هل هناك فرصة في الأفق تتجعل الشعب ينادي بعودتهم رغم أنه لم يتسنى لهم الحكم في دل المملكة التونسية المستقلة مقاوم استلم سيف الجهاد من أسلافه لدى المستعمر الإيطالي وبيع أميرا على إمارة برقة شرق ليبيا محمد إدريس السنوسي المنتمي للسلالة السنوسية لتأسس في البداية على شكل حركة دينية من قبل الشيخ محمد بن علي السنوسي عام 1837 في مستغانم فينك التعرف اليوم بالجزائر وبعدها استقر في ليبيا في عام 1843 وكان تامل سلالة الأدارسة لحكمة المغرب المنحدرة من الحسن سبط النبي عليه الصلاة والسلام المهم الأمير إدريس من بعد الكفاح ونال الاستقلال في عام 1949 سيبايع ملكا على ليبيا الموحدة في عام 1951 ولكن كانت نقطة سلبية بحل التي تعرضت لها الأسر السابقة وهي خروج المستعمر ولكن يترك مجساته واضحة على اقتصاد البلاد شيء يحتاج وقت طوير للتحرر منه والشعب كان كتسنى الازدهار والتروة اللي طال انتظاره عليها هذا شيء خلى ضباط حاقدين على الوضعية بشيقوموا بمخطط للإيطاحة بالملك وإلغاء الملكية استلهاما بفكر جمال عبد الناصر وحركة الضباط الأحرار اللي ذكرتلك سابقا وبالضبط في عام 1969 أثناء صفر الملك إدريس إلى تركيا للعلاج يستغل مجموعة من الضباط بقيادة ملازم طموح لزعامة العرب عن طريق تطويق القصر وإرغام ولي العهد أناداك حسن الرضا على توقيع التنازل مهم هذا الملازم شكل ما يعرفوش معمر القدافي اللي جابه شي حرر ليبيا من النظام اللي كان كيعتبره رجعي ورمز للعبودية ولكن مع الوقت يتبين أنه انفرد بالسلطة وعمر فيها بل كان مقرر يوريتها لولاده مثل ما حدث في السوريا فأصبح بينه وبين النظام الملكي فقط الإسم رغم أن حكمه كان مطلق وقمعي لا يسمح بانتخابات والمعارضة الشركة توفر في الملكية الدستورية المهم مع مرور الزمن واندلاع الربيع العربي كان القدافي من بين الحكام اللي واجهه المظاهرات بطريقة وحشية إلى حين اغتياله من طرف شعبه وانقسمت ليبيا منذ ذلك الحين لثلاث أطراف والحظو الضقائق رفعات الحلقة لازلت ليبيا تعاني من الانقسام وأصبحت شبه دولة ولكن كان واحد الحاجة وهي العائلة الملكية لعلى رأسها الأمير محمد ريدا السنوسي لهو رئيس الأسرة والمطالب بعرشها منذ اعتلاء هذا المنصف في تسينات القرن الماضي المهم هنا يأتي الاستثناء الليبي ومدى تشابهه بعائلة ملكية عانت بلادها من نفس ما تمر به ليبيا اليوم وهي إسبانيا لعطيحها بملكها ألفونسو الثالث عشر بانقلاب من طرف الجنرال فرانكو وتندلع بعضها حرب أهلية كادت تؤدي بإسبانيا للانقسام والانفصال لازالت أثارها إلى اليوم ماء كاتالونيا والباسك حتى تعالت النداءات باستعادة النظام الملكي كحامل لوحدة إسبانيا وتم السرداد الملكي في عام 1975 في شكل الملك خوان كارلوس بالطبع يوجد في ليبيا العديد من الأصوات الشعبية المؤيذة للاسترجاع الملكية رغم أنها لم تصل بعد للأغلبية المطلقة ولكن على ما يبدو أن تحركات الأمير الأخيرة واجتماعه مع العديد من الفرقاء الليبيين للنظر في مسألة السرداد الملكية يسير بخطاة ثابتة وبالطبع الشيء كهذا لا يمكن أن ينجز بهذه السهولة رغم أن إسبانيا استطاعت فعلها فلقد حدث ذلك في القرن الماضي وفي حز الحرب الباردة بالإضافة إلى أنها بلد أوروبي ولا مصلحة لهم في اندلاع التورات وفصائل وبالنسبة لك وشكتشوف أن الشيء كهذا يمكن الوصول إليه رغم أن فكرة وجود مملكة أخرى بجانب الجزائر التي ستجد صعوبة في تقبلها ومصر من جهة التي انقالبت على عائلتها الملكية فماذا سيحدث إن أتبثت العائلة السنوسية قدرتها على قيادة ليبيا نحو الاستقرار والإزدهار لا سيما قبل الإنقلاب عليها لم تعيش الطفرة النفطية لكي نتفادئ طول الحلقة أكثر ما هي طويلة هذين السلالتين لم تكن بدايتهما موفقة ولم يمتز تاريخهم بإنجازات وأحداث عظيمة تطبع مكانتهما في التاريخ بالنسبة للسلالة العراقية اعتلت حرش العراق بعد التورة العربية الكبرى لاستغلتها بريطانيا وفرنسا لتقسيم الشرق الأوسط على أبناء الشريف حسين بالطبع العائلة الأردنية صنعت لنفسها مكانة دولية عكس العائلة العراقية لكان حكامها غير أشداء ضد المستعمر سوى مالك واحد وهو المالك غازي وكن ما يكملش حكمه بوفاته في حاذة سير مريب في الآخر العائلة العراقية ستسقط بانقلاب من الجيش في عام 1958 واستسلم المالك فيصل الثاني لكان ما زال شاب وتحت الوصاية وتم اغتيالهم بل وجرى تشويه جسدهم بأبشع الطرق لقدروا يتعدى الانقلاب الدموي على عائلة رومانوف الروسية في البشاعة ولم ينجو من العائلة سوى أميرة واحدة وهي بديعة حفيدة آخر ملوك الحجاز لكانت خايجة قصر رحبة وقت الانقلاب ولما سمعت الخبر لجأت للصفارة السعودية وهنا على ما يبدو لا يوجد وريط لعرش العراق إلا إذا اعتبرنا الأميرة بديعة وريطة بحكم أنها تنتسب للأسرة الهاشمية بالنسبة لسلالة المملكة المتوكلية اليمنية حكمت بلدا يعاني من سرعات داخلية للا زالت ليومنا وأزمات وتخلف على جميع المستويات شيء لأدف الآخر لحرب أهلية ودخلت فيها السعودية ومصر في حرب بالوكالة السعودية كانت تدعم العائلة الملكية ومصر التي يقودها جمال عبد الناصر بفكره الذي ينبذ كل ما هو ملكي يدعم الجمهوريين والحد السعالة زالت ليمن تعاني من الانقسام كما لو أن مصير هذا البلد منذ الأزل الحروب الأهلية وسقدت المملكة في عام 1962 وعزل آخر ملوكها الإمام محمد البدر الذي نفي إلى بريطانيا ويرأس اليوم الأسرة الملكية ابنه عقيل بن محمد البدر في الآخر في نظرك كل عائلة الملكية الأوفر حضا في استعادة عرشها وانطلقوا في حلقة مقبلة حول أسباب طول حكم الأسرة العلوية المغربية مقارنة ببقية السلالات المغربية خاصة والعربية عموما ونجاتها من المؤامرات والأزمات والانقلابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر